موسيقى 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 السلام عليك يا أبا عبد الله اليوم تملكني وتملكني غدا اليوم تملكني وتملكني غدا أنا لم أكن إن لم تكن لي سيدا اليوم تملكني وتملكني غدا أنا لم أكن إِن لم تكن لي سيدا ماذا فقدت إذا وجدتك ملهما ماذا وجدت إذا فقدتك منجداء غيري يا أبا عبد الله غيري بحبل سواك بات مقيدا وأنا بحبل هواك بات مقيدا بالأمس طيف يا حسين بالأمس طيف منك زار خواطري فسرى بهن وكان ركبك موعدا ألقى على البيداء ألقى على البيداء طيب غباره فاخضل فيها الرمل حتى أوردا فهوت عليه الحور تلثم تربه أطرا وتنثره على الدنيا ندا فهوت عليه الحور تلثم تربه أطرا وتنثره على الدنيا ندا وإذا كهوف الليل أورق غابها يوماً وراح يمد ظلاً أسودا وعدت خيول الدهر تطلب ثأرها مني وعيشي في الحياة تنكدا هجر الظلوع قلبي يا حسين هجر الظلوع وجاء يحمل جرحه مثل الطريد إلى ضريحك أخلدا هجر الظلوع هجر الظلوع وجاء يحمل جرحه مثل الطريد إلى ضريحك أخلدا يا كوكب الإسلام يا كوكب الإسلام لولا مطلع يا كوكب الإسلام لولا مطلع لك في الطفوف لغاله ليل الغدى فإذا الطريق خضاك كل تراثنا وعلى دمائك يا حسين تعبدا يا ابن الذي يا ابن الذي شطر ابن ود ومرحبا والصور صيغ لراحته مهندا يا ابن الذي شطر ابن ود والصور صيغ لراحته مهندا وهب النبي تلك الشفاعة كلها وأبوك والقرآن فيك تجسدا فلو استغاث بك الشقات من اللضا يا أبا عبد الله يا شفيع المذنبين فلو استغاث بك الشقات من اللضا يوما أمرت لهيبها أن يخمد والله والله لو عبد بقعر جهنم مستنجدا ناداك لبيت النداء صلى عليك السيف يا حسين صلى عليك السيف وهو مخطب صلى عليك السيف وهو مخطب وهوت لمصرعك الكواكب سجدا لم تهوي لم تهوي فوق الترب من طعن القناء لم تهوي من فوق الترب من طعن القناء لكن لربك قد هويت تعبدا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بظهور الحجة عليه السلام تحياتي لكم وليلة اخرى من ليالي الجمعة الشريفة حيث موعد معكم وموعد أيضا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه واخيه ابي الفضل العباس بالاضافة الى كل زوار ابي عبد الله وابي الفضل عليهم افضل صلاة والسلام ممن يأتون الى كربلة او هم ممن يقلدوننا الدعاء والزيارة في الاسبوع الماضي تحدثت حول قضية مهمة من قضايا عصر الظهور وقضية السفياني والظروف اللي تحيط ب يعني ظهوره في ذلك الوقت يعني في يوم الظهور المقدس وكان بيودي ان في هذه الحلقة ان اتحدث عن الفرق بين الاعور الدجال وبين السفياني لان هناك عملية خلط ما بين الشخصيتين ولكن اليت اليوم ان اتحدث عن موضوع لعله بعض الاخوة او الكثير من الاخوة هناك علامة استفهام حولها وقد يكون هو موضوع عابر يعني يمر مرور الكرام باعتبار هناك نص قرآني وهذا النص القرآني ساعالجه معالجة بمقارنة مع الانجيل لبياني ان هناك شيء مهم يطرح في القرآن الكريم وكل الاشياء التي تطرح في القرآن الكريم هي مهمة ولكن في بعض الاحيان عندما نرجع الى القرآن الكريم ونتحدث حول بعض القضايا لعل المستمع كما كنت في شهر رمضان معكم في السنة الماضية حول التدبر القرآني هناك الكثير من القضايا التي لم تكن واضح للكثير من الاخوة وخصوصا بعد البرنامج اتشرف بالزيارة الكثير من الاخوة والاخوات يقولون ان هناك بعض الامور ما كنا نعرفها هي القضية مو لانه انا قلت لهم لا كل ما هناك انني قرأت القرآن بطريقة تختلف عن الاخرين ابتعد تماما عن قضيتي انني يجب ان اختم القرآن في مقابل ان امر مرور الكرام على الايات لا وقفت عند الكثير من الايات المهم في الامر اليوم بالتحديد سوف اتحدث عن قضية للوهلة الاولى قد يتبادر الى اذهان الاخوة الاعزاء المشاهدين من انه شنو يعني شنو الفائدة من طرح هذا الموضوع لا بد ان هناك فائدة تكون ضمن طرح المواضيع التي تطرح في هذا البرنامج او حتى في برامج اخرى يجب ان تكون هناك ثمرة فاذا كنت انا مثلا ابو ايات اطرح موضوع ليس فيه ثمرة انا اعتقد انني اسجل فشلا كبيرا بالنسبة الي نفسي وبالنسبة الى المشاهد الذي هو يصرف على قولتنا ساعة من الوقت لكي يستمع ويشاهد ولكن ان شاء الله اكون عند حسن ظن الاخوة المشاهدين والمشاهدات وان شاء الله اتطرق الى الموضوع المهم الذي سوف اتحدث عنه اليوم سوف اتحدث عن قضية قرآنية موجودة اسمها اسمها كفالة زكريا للسيدة مريم فعنونت هذا العنوان السيدة مريم عليها السلام بين القرآن والانجيل هذا العنوان وضعته لهذه الحلقة لكي اتحدث عن مسألة الكفالة التي كفلها زكريا كما جاء في نص القرآن الكريم وانا قلت لكم يمكن واحد يقول يقول ابو يا زين شنو يعني شنو الاهمية زكريا كفلها او غير زكريا كفلها يعني ماكو فرق يعني المهم انه هي كفلت من قبل احد الموجودين وما اعتقد انه فشي مهم بهذا الموضوع ان شاء الله اذا بقيت ويايا وهي ليس دعوة على انه ابقيكم ويايا بالبرنامج لا ممكن انه تديرون القناة او كذا هذا بحد ذاته هو مو مهم الي بقدم انه اطرح المسألة ونستفيد منها كليةنا ان شاء الله لابد انه لما اجي اطرح هكي قضية لابد انه اكو ثمرة بالموضوع وقلت لكم اذا ما اكو ثمرة يعني اكو فشل شخصي اليه وايضا الساعة اللي راح تقضوها ما بها فائدة ولكن ان شاء الله في نهاية الكلام اللي اتكلم بي وياكم راح تبين على ان هناك عملية خلط موجودة حتى في الاحداث التاريخية لكي يختلط الحابل بالنابل كما حصل في تاريخنا يعني امة رسول الله صلواته الله وسلامه عليه الكثير من الاحداث التاريخية حصلت بها نوع من الخلط وحاول الرواة ان يخلطوا حتى بين القادة يعني ان هناك مثلا على سبيل الفرض ان هناك بعض الحروب التي كان فيها الانتصار على يد عليه صلواته الله وسلامه عليه ولكن ماذا رأينا رأينا ان التاريخ يفترض شخصيات اخرى يأتون بها وبعد ذلك هي عملية خلط للاذهان بحيث انه يقول ها علي بن ابي طالب خالد بن الوليد ابو عبيدة فيحير القارئ للتاريخ هذه القضية نقف عندها عند هذه المسألة في قضية مريم عليها افضل الصلاة والسلام اولا اخواني اعزائك شيء ابتدائي القرآن الكريم عندما يتحدث يتحدث تارة بالاشخاص يعني باسماء الاشخاص وتارة اخرى يتحدث بطريقة فيها كناية يعني شنو يعني يذكر في القرآن الكريم آية معينة تقصد حادثة معينة مثلا عندما يتي باسم نوح باسم مثلا باسم لوط عندما يتي الى نسائهم يقول ماذا القرآن وامرأة نوح وامرأة لوط ليس هناك اسم يأتي في القرآن الكريم يعني الاسم الوحيد الذي جاء في القرآن الكريم هي مريم عليها أفضل الصلاة والسلام بل لم يكتفي القرآن بذلك ايضا جعل جعل سورة كاملة باسم مريم هنا هاي علامة استفهام احنا نقول ليش يعني يعني ليش مريم عليها أفضل الصلاة والسلام ليش الكثير من النساء آسيا بنت مزاح مثلا او كذا كيف ما كان كيف ما كان يمكن واحد يقول هي أم نبي يعني أم نبي فممكن أنه تنذكر هي تنذكر هي عدنا هواي من أمهات الأنبياء راحيل وغير راحيل هذا أن يكون هم أمهات الأنبياء بس ما نذكر بالأسماء عموما هنا هسا أنا أجي إلى قراءة للقرآن الكريم للقرآن الكريم ولكن قبل هذا قبل هذا في عندما يتحدث القرآن بالكناية مثلا عن بلعم ابن باعراء بلعم ابن باعراء شخص كان من التدين في زمن موسى عليه أبضل الصلاة والسلام وعلى نبينا أبضل الصلاة والسلام كان في زمن موسى هذا الرجل كان يمتلك مفاتيح أو مفتاح السر الأعظم والسر الأعظم لا يعطى إلى أي أحد هذا الشيء الذي يمتلكه بلعم ابن باعراء بعد ذلك ماذا تحول تحول إلى شخص ضد موسى يعني ضد الرسالة الإلهية وضل ضد التعاليم الإلهية إلى آخره يعني ضد رب العالمين مباشرة القرآن الكريم جاء وذكر بلعم بن باعراء ولكن لم يذكر الإسم ذكره ماذا ذكره بآية معينة عموما إسا أنا ما أريد أدخل إلى هذا الموضوع بقدما أنه أريد أنه أتحدث حول المسألة الأساسية اللي أنا جاي من من أجلها زيلا هنا خلي نقرأ القرآن كيف نظر إلى مريم عليها أفضل الصلاة والسلام وبعد ذلك أنقل لكم الإنجيل كيف نظر إلى مريم مو القضية أسو مقارنة بيناتهم لا 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 هاي المقارنة اللي حتى لو بينت مقارنة أنا أريد أوصل إلى شيء كلش مهم سيتبين بالأخير وهذا ما يجعلنا دائما دائما نحذر من مسألة خلط الأوراق في التاريخ وخلط الأحداث في التاريخ عموما على مداني لا يأخذني الوقت القرآن يتحدث عن السيدة مريم بهذه الطريقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت أريدكم ويايا اتبعون القرآن إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا هاي العبارة اللي أنا أريد أتحدث عنها ولكن باعتبار أنني الآن أقرأ القرآن الكريم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وكفلها زكريا القرآن الكريم عندما تحدث عن قضية مريم تحدث عنها بهذه الطريقة طبعا هناك آيات كثيرة ولكن أنا جيت بهذه المسألة على المدى أنه أنقل لكم نظرة القرآن إلى مريم إذا تخلون قرآن أمامكم وطلعها بالتحديد يعني آل عمران الآيات من 35 إلى فوق تخلوها قدامكم على مدلوم أن أتكلم وياكم تكون رؤية يعني واضحة حول الموضوع زين الإنجيل ماذا أو كيف ينظر إلى قضية مريم القرآن الكريم نظر إليها بهذه الطريقة وإن شاء الله أجهم أنه يعني يتحدث عنها ماذا يقول الإنجيل خلوا بالكم يمي إخواني يقول الإنجيل أولا 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 أن الإنجيل على اختلاف على اختلافي على الاختلاف الذي وقع فيه وأن الأناجيل الأربعة بالإضافة إلى هناك إنجيل خامس يعني يعني بعض الأناجيل يعني إنجيل لوقا متا يوحنا بولوس هذني الأناجيل بطرس أقول إنجيل بطرس هذني الأناجيل السلخمسة أو الأربعة كيفما كان لو أننا أتينا إليها لو وجدنا الكثير من النصوص مختلفة فيما بينها هلسا نحن نريد هذا نقول ولكن على الرغم من التشويه الذي حصل سواء سواء للأناجيل أو التوراة أو التوراة فهناك رؤية يجب أن ننظر إليها بعين البصيرة ولكن هنا فقط أقرأ لكم ماذا يقول الإنجيل أحد الأناجيل طبعا لقضية مريم يقول لما كانت لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذا كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا أقرأ لكم يا قبل ما أخذ الفاصل لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا هذا النص أحد النصوص الموجودة في الإنجيل للعلم يوسف ليس النبي يوسف النجار هاي على الموت خلوها عدكم يوسف النجار يعني الإنجيل هنا يقصد يوسف النجار وأجيكم إن شاء الله بعد أن أخذ فاصل قصير وأرجع لكم بعمل الله سبحانه وبرنامجكم يا حسين ترجمة نانسي قنقر 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 يا أبا عبد الله مرة ثانية أهلا وسلم بكم وبرنامجكم يا حسين وتكملت ما بدأت به إن شاء الله ضمن عنوان هذه الحلقة السيدة مريم عليه السلام بين القرآن والإنجيل قبل الفاصل قرأت لكم نص من القرآن الكريم ونص من الإنجيل أعيد النص الخاص بالإنجيل لأن هناك شيء يجب أن أتوقف عنده لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف أنا قلت قلت يوسف النجار قبل أن يجتمع يعني مو النبي يوسف وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أي يشهرها أراد تخليتها سرا خش هسنا عدنا نصين أنا راح أستعيني شوي يعني على مدلا يعني أكون دقيق أكثر في قراءة القرآن هنا عدنا نصين نص من القرآن الكريم ونص مين نص من الإنجيل أحد الأناجين موجودة زين هنا هناك عدة نقاط ممكن أن تثار في قضية شنو في قضية النصوص الموجودة يعني النص هنا في القرآن جاء ذكر زكريا بعبارة وكفلها زكريا القرآن يتحدث عن كفالة زكريا طبعا زكريا يصير زوج خالت على قولتنا خالت مريم اللي هي اسمها الياصبات يمكن أي بل هي بها الاسم اسمها الياصبات هو زوج خالت مريم السيدة مريم العذراء عليها وعلى سيدته مولاتي فاطمة أفضل التحية والسلام ففي القرآن لدينا دلالة ثابتة من أن الذي كفل مريم إنما هو زكريا زين هنا يعني بالقرآن الكريم لم يرد أطلاقا لم يرد اسم يوسف النجار اسم يوسف النجار في مسألة الكفالة زين هنا بالإنجيل إشجاب يوسف النجار طبعا مع العلم مع العلم أن الكثير من النصارى يعني من المسيح وقساوسة المسيح هم يعترفون بصحة قصة مريم العذراء عليها وعلى سيدته مولاتي فاطمة أفضل التحية والسلام وهنا إشارة واضحة من أن يوسف النجار إنما هو مذكور وين؟ مذكور بالإنجيل وليس مذكور في القرآن يمكن واحد يقول يا أخي القرآن يذكر شيء هذولهم هم مو إلا لي موجود بالإنجيل وهو يطابق القرآن هاي همات مو مشكلة إحنا نمشيها أسه هاي يعتبر للآخر مو دليل يعني أكو أشياء أحداث موجودة مثلا بالإنجيل أو أسماء موجودة بالإنجيل مو بالضرورة موجودة بالقرآن الكريم يعني إذا مو موجودة بالقرآن الكريم يعني مو موجودة بالإنجيل أو خطأ بالإنجيل لا مو هاي الفكرة ولكن آني لما استجبت يوسف النجار أريد أنه أتحدث عن موضوع جدا مهم هذا الموضوع يتلخص بهاي الطريقة أول شي على أن يوسف النجار لم يأتي ذكره في القرآن الكريم وإنما هناك حقيقة إن المسلمين بما أننا نعترف بالقرآن الكريم هو سالم من أي شبهات أن صاحب الكفالة هو زكريا عليه السلام النقطة الثانية اللي أريد نتحدث عنها أو أريد أتحدث عنها إذا راجعت النص إخواني أو راجعنا النص طبعا هنا ما كفت خلفية حول تربية مريم الظروف اللي عاشتها يعني السنوات اللي مرت عليها بحيث أنه تعطي صورة إلى القارئ الذي ينتمي مثلا إلى دين معين من أنه هذه الخلفية توحي لنا على التدرج الموجود شنو؟ على التدرج الموجود لهذه الشخصية أعرف أن هذه الشخصية شنون نمت يعني مثلا مثلا لما يقولوا لي أن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أرجع إلى تاريخ علي بن أبي طالب من اللحظات الأولى التي كان في كنف أبي طالب وبعد ذلك تكفله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسار مع الرسول حذو القذة بالقذة وإلى أن استشد صلوات الله وسلامه عليه أكو تاريخ من البداية إلى النهاية هنا الإنجيل مدى يطرحن مدى يطرحن الخلفية الاجتماعية وحتى التربوية لمريم بمجرد ما أنه فاجأنا بهذا النص وهو نص لو أجينا إلى رح نلقاه مرعب هو نوعا ما هس يقول لي شنو أبو آيات شنو يعني دا تسوي إثارة بالموضوع لا 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 مو إثارة بس هو واقعا مرعب لأنه آني إذا ما عدي خلفية عن شخص معين ويقول لي رأسا أمه مخطوبة ليوسف زين مريم أمه منه يعني أم منه مخطوبة يوسف خب قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس حبلة شون حبلت من الروح القدس من هو الروح القدس هذن الأمور وبعد ذلك تهتي عبارات هذه العبارات هي كارثية يعني راح أناقشها ولكن المهم المهم أنه سيرتها الشخصية أخواني أعزائي سيرة سيدتي ومولاتي مريم عليها أفضل الصلاة والسلام يعني مجهولة عندنا عندما أقرأ الإنجيل هي شخصية مجهولة بينما انظر إلى القرآن كيف يتحدث إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أذن مرحلة مريم هي في بطن منه امرأة عمران فلما وضعتها بدت المرحلة الثانية أنه مريم جاءت للدنيا قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم هنا شوف يعني شوفوا أخواني أكو تدرج بالموضوع بعد ذلك هناك طلب من الأم أن يعيدها رب العالمين وذريتها من الشيطان الرجيم أكو أحدث يعني أكو أحداث موجودة بعد ذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن بدأت أحداث بعد ذلك القرآن تحدث عن كفالة يعني شنو يعني أنه الحالة التربوية أو الحالة الاجتماعية أو سيرة مريم عليها أفضل الصلاة والسلام تدرجت من بطن أمها إلى أن وصلت إلى الكفالة وبدأت أحداث ولكن بالنص الإنجيلي هنا ما عدنا يعني نلقى أكو فشي يعني كانت مريم مخطوبة زيان يعني وكأنما خرجت من العدم يعني كأنما خرجت من لا شي زيان رأسا كانت مريم مخطوبة ماكو تاريخ لا أكو سيرة إلها بمجرد ما أنه نقرأ رأسا شنو انمحت السيرة الشخصية اللي مريم عليها أفضل الصلاة والسلام زيان إذا أجينا للنص هذا اللي أمامي رح نلقى مضطر بالنص أنا ما رد أناقش النص على موجودة أقول يا بترى القرآن أفضل من الإنجيل لا لا مو هذا الكلام أنا أريد أوصل إلى شيء جدا مهم أخواني وقلت لكم بالبداية قلت لكم على أنه قضية خلط الأوراق في التاريخ وخلط الأحداث في التاريخ تولد على يعني على خلنقول على مستويات عليا ومستويات مستقبلية على أنه الكثير من الأجيال التي يختلط عليها التاريخ كما حصل علينا الآن والأحداث كثيرة عموما هنا إذا نجينا وعالجنا النص هذا النص اللي أمامنا إيش رح نلقى زيان هنا يوسف النجار وجدها حبلة زيان هي مخطوبة ليوسف مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع قبل أن يجتمعون هي مخطوبة ليوسف يوسف النجار وجدها حبلة من الروح القدس إذن مريم حامل يعني مريم حبلة أوكي هس لحد لهم ما عدنا شي ولكن الحدث اللي وراء شي يقول الحدث اللي وراء يقول لم يشأ أي شيرها أراد تخليتها سرا يعني شنو؟ يعني أن هناك عملية شك من يوسف النجار المفترض على أنه زوجها رجلها هنا فيوسف رجلها يعني زوجها شك بمريم العدراء يوسف النجار شك بمريم العدراء ليش؟ لأنه العبارة واضحة ليش؟ لأنه هنا لم يشأ أي شيرها أراد تخليتها سرا زيان لم يشأ أي شيرها يعني شنو؟ يعني شاف المنكر من مريم شاف المنكر من مريم وعلى هذا الأساس على هذا الأساس ما أراد أنه يشاري قدام العالم على قولتنا مو بس هاي أراد أن يتستر عليها زيان أي أي عذرية أي قداسة لمريم إذا كانت دخلت في دائرة الشيك ودائرة أنه أستر عليها ودائرة أنه حبلة من الروح القدس هل أمور هاي يعني كل النص مضطرب تحس أنه مو طبيعي النص مو طبيعي زيان أوكي مو مشكلة هنا هنا النص يتحدث عن يوسف النجار هو حاميها وهو خطيبها خوش وهو اللي يكفلها لأن حسب يعني حسب ما جاء في الانجيل أو هذا الانجيل من أن صاحب الكفالة هو يوسف النجار زيان هنا يوسف النجار لم يصنها يوسف النجار شك بيها يوسف النجار ما راد يشرها يوسف النجار راد يستر عليها يعني شنو يعني أن مريم العذراء جاءت بمنكر كبير اشنون هذا المنكر وي وجود الروح القدس اشنون هذا المنكر وي قدسية السيد المسيح أكون اضطراب بالموضوع صحيح لولا لا اخواني عن السموار افرض رأيي عليكم بس صحيح لولا زيان مو مشكلة هنا لو اجينا إلى القرآن الكريم شوف القرآن الكريم كيف يتحدث عن مريم اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم يعني شنو يعني هناك توجه من من ام مريم يعني امرأة عمران إلى الرب العظيم الخالق العظيم وهذا بحد ذاته يعلن امام الملأ من ان هناك توحيد واضح في القضية من انها توجهت الى رب العالمين يعني تحدثت عن توحيد لم تتحدث عن قضية هي مستمرة من باب ان المسيح او يسوع عليه وعلى نبينا وضع الله صلاة والسلام هو ثلاثة في واحد يعني انه هو الرب والابن وروح القدس كيف ما كان ولكن هنا توحيد اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني انك السميع العليم زين شنو طلبت طلبت انه انه يحفظها بعدين رب العالم يعني قالت فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما ورط وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب العالمين استمع لها رب العالمين تقبل كلامها كلامها فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا هاي الكفالة زكريا لما نكفلها احنا ليش نركز على زكريا ما نركز على يوسف النجار لانه يوسف النجار راح يتمين على انه على انه وضع يوسف النجار بالتحديد انما كان هناك عملية لوضع يوسف النجار في قضية الانجيل يعني شنو يعني يعني يوسف النجار جاء يعني يعني جيء به الى هذا الشيء لكي تكون القضية عملية خلط فيها زين هنا حصلت الكفالة الفكرة الأساسية شنو هنا وجود يوسف النجار على أنه هو الكافل لمريم لم يكن اعتباطيا أخوان ليش لم يكن اعتباطيا لأنها خطة مدروسة بعناية من قبل اليهود النصوص الموجودة هنا ليش هنا النصوص موجودة عدي أن اليهود كانوا يزعمون أنهم أبناء الله وأن أبناء الله إنما هم أفراد يتميزون عن كل العالم ومن أجل أن لا ينسب أن لا ينسب المسيح إلى الله مباشرة إلى الله مباشرة ماذا وضعوا وضعوا اسم يوسف النجار ويوسف النجار يوسف النجار أرادوا أن يكون يكون ضمن سلسلة السيد المسيح ولما انخلوا أنه أنه ضمن سلسلة نسب السيد المسيح يعني شنو يرجوع إلى داود هم اعتقدوا بالمسيح ولكن لم يعتقدوا لم يعتقدوا بشريعته يعني العفوة اعتقدوا بشريعته ولكنهم لم يعتقدوا بالتفاصيل الأخرى أرادوا نسب يوسف النجار إلى السيد المسيح والدليل شنو كفى لها منو مو زكرية عدو كفى لها يوسف النجار زين لما كفى لها يوسف النجار يعني شنو يعني أن هذا يوسف النجار يتبع إلى نسبة إلى السيد المسيح ليش لأنه السيد المسيح يرجع إلى نسبة إلى نبي الله داود فأرادوا أن يقولوا من أن المسيح مرتبط بالنبي داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هنا أنا راح أتوقف لأنه احتمال أنا يعني أسبوع اللاخ أكمل لأنه لا تكون القضية مواضحة لأنه أريد أزور زيارة المولى أبي عبد الله صلى الله عليه أنا أتوقف هنا وأحاول إن شاء الله في الأسبوع القادم هاي أول مرة صير حلقتين أحاول للأسبوع القادم أن أتحدث عن هذا الموضوع يعني تكملة هذا الموضوع لبيان أصل الفكرة وعذروني أنه راح أقطع الحديث وأتوجه إلى زيارتي سيد مولاي أبي عبد الله صلى الله عليه وسلامه علي اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا وارث محمد السلام أمير المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله ابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاء وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكار وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بي أبي أنت وأمي ابن رسول الله بي أبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهديك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله شكرا شكرا لأنك قد رسمت زمانك وزرعت في إنساننا إنسانك شكرا شكرا لكل دماك حين نزفتها يوم الطفوف وصغتها قربانك شكرا شكرا لصدرك حين ضج به الضمى والماء حولك قد غدا ضمانك شكرا يا أبا عبد الله شكرا يا حسين شكرا لأنك ثورة قدسية درية تهب الأنام لسانك شكرا يا حسين شكرا يا حسين لبيك داعي الله لبيك يا شهيد لبيك يا مظلوم لبيك يا حسين 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 اشتركوا في القناة